بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وبحضور عائلة المناضل أحمد عبد الرحمن وجمع من أسرة الإعلام الرسمي الفلسطيني افتتح المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف استوديو أحمد عبد الرحمن في إذاعة صوت فلسطين هذا الاستوديو الذي سيشكل إضافة نوعية لعمل الإذاعة من خلال اعتماده على الصورة إضافة للصوت بمباركة من السيد الرئيس بافتتاح استوديو أحمد عبد الرحمن هذا الاستوديو بالحقيقة سيشكل إضافة نوعية هامة لعمل إذاعة صوت فلسطين هذا الاستوديو المرئي المصور الذي نقدر من خلاله أن نوصل رسالة وصوت شعبنا إلى كل مكان في العالم كما تعلمون تسعى إسرائيل إلى محاصرة صوت فلسطين إلى عزل صوت فلسطين لأنه بعبر عن صوت الشعب الفلسطيني وإحنا ما استسلمنا أبدا لهذه المحاولات الإسرائيلية أصرينا على أن نوصل صوت فلسطين إلى كل مكان في العالم تسمية الاستوديو بأحمد عبد الرحمن جاءت وفاء لروح المناضل أحمد عبد الرحمن وتقديرا لمساهماته الكبيرة في بناء الإعلام الفلسطيني ابتداء من صوت فلسطين في القاهرة مرورا بإذاعة درعة التي شكلت محطة من محطات العمل الإذاعي الفلسطيني وصولا إلى الإعلام الموحد وفلسطين الثورة الشهيد أحمد عبد الرحمن أفنى حياته في سبيل قضيته وفي سبيل شعبه من خلال عمله في الإعلام وبالتالي وفاء لروح الشهيد أحمد عبد الرحمن وتقديرا لمساهماته الكبيرة في صعيد بناء الإعلام الفلسطيني الإعلام الموحد الذي امتداده اليوم لإعلام الرسمي الفلسطيني قمنا بتسمية هذا الاستوديو على اسم الشهيد أحمد عبد الرحمن حتى يبقى في ذاكرة كل أبناء شعبنا وحتى نؤصل لهذا الوفاء لكل من سبقونا في بذل كل هذه الجهود الكبيرة لأجل أن يبقى الصوت الفلسطيني مرتفعا فعلا لو كان أحمد عايش بيكون سعيد جدا لأنه أي انتصار أي صوت عالي للإعلام للإذاعة للتلفزيون هو كان هدفه وهو كان يسعى من أجله بشكر سيادة الرئيس محمود عباش بشكر سيادة الأخ الوزير أحمد عساب وبحب أنه نشكركم باللسان إحنا كعائلة وباللسان أحمد لو كان عايش بيكون كتير سعيد أنه هاي الإذاعة العظيمة اللي ستنشق وتوصل صوت فلسطين لكل إنسان فلسطيني وعربي في العالم رغم كل العقبات التي يفرضها الاحتلال إلا أن الإعلام الرسمي نجح في إصال صوت فلسطين إلى العالم مواكبا التطورات الحاصلة في مجال منصات التواصل الاجتماعي متجاوزا بذلك كل الحواجز الإسرائيلية فالنتينا أبو حامد تلفزيون فلسطين